وحول هذا الموضوع ينضم معنا الخبير في مجال الموارد المائية سيد تحسين الموسوي مرحبا بك سيد تحسين تقرير الأمريكي يحذر من كارثة انهيار سد الموصل طيب إذا بني على تربة هشة تتميز بضعف مقاومتها إلى الماء كيف تقرأ محاذير تكرار كارثة مدينة درناليبية في العراق من خلال انهيار سد الموصل والذي يعتبر أخطر سد في العالم بداية مساء الخير عليكم وعليكم المتابعكم الكرام حقيقة دعونا نبدأ من نقطة مهمة جدا أولا منذ مجلس العمار عام 50 عندما عدد دراسات وإلى حد إنشاء سد الموصل عام 85 وتشغيل سد الموصل عام 85 كل الشركات حتى التي قامت به اتفقت على أن الأرض لا تصلح مثل ما تفضلتي بتقريركم كونها أرض شبسية طينية سريعة يعني تكون سريعة بالذوبان للأسف الشديد بحال تشغيل السد وبالأربعة شهور الأولى هي بدت التصدعات وبدت تكون الكهوف اللي صدعت به نعم التقارير الدولية كلها أجمعت على أنه سد الموصل أخطر سد في حال أنه انهار والدليل على ذلك أيضا باشرت رأسا أو شرعت الحكومة في وقتها إلى إنشاء سد بادوش في حال أنه انهيار سد الموصل سيكون هو الآمن لاستيعاب مياه السد لا سمح الله في حالة انهيار هذا عندما عدد تقرير إنشاء سد بادوش لكن عمليات الحقن المستمرة واليومية هي حقيقة هي كمعالجة للسد في حال أنه توقفت هذه العمليات وهذا ما حدث عام 2016 عندما أرسلت الولايات المتحدة تقرير الخطر وقام أوباما بسحب الجنود خاصة عندما سقط السد في أياد تنظيم داعش ليس خفة من تفجيره وإنما لتوقف عمليات الحقن المستمرة سد الموصل حتى الشركة الإيطالية التي هي الآن مسؤولة عن عملية حقن سد الموصل نعم صحيح أنه حاليا السد مؤمن وعمليات الحقن وعمليات التحشية مستمرة لكن نحن نتحدث عن الكوارث والكوارث الطبيعية وعن التغيير المناخي المفاجئ اللي لربما ستكون هناك سيون وفضانات وخاصة أن العراق دخل في الدول الخمس التي تتعرضت للتغيير المناخ لكن حاليا منسوب السد منخفض جدا والخزين وصل إلى الجزء الميت بسبب سنوات الجفاف لكن لا سأمح الله في حال حدث أي تغييرات أنا أقول أن من يستبعد هذه الفكرة حقيقة هو ولم يستبعد يعني نلاحظ تصريحات وزارة المواد المائية وكل المختصين يقرون بهذا وخاصة وأن أكثر من خمسين شركة تم عرض سد الموصل عليه والكل كما قلت أجمعت على أنه يجب استمرار عمليات التحشية والحقن إذن الخل الموجود وخاصة بأسس السد وهذا يشكل خطر كبير لا سامح الله في حال حدوث موجات فيضانية أو تعرض البلد إلى سيول تكون كبيرة لكن كان المفروض يعني الذهاب إلى الحلول وخاصة طيب سيد الموسوي الحلول من 2016 الحلول ما زالت يعني إلى حد الآن أربعة أشهر والتصدع بدأ بالفعل في السد لكن اليوم هناك كوارث على ماذا نستند اليوم على انهيار السد بأخذ عين الاعتبار على الموارد المائية أما التحذيرات الأمريكية يعني جنابك قلت أنه أربعة أشهر بدأ بالتصدع اليوم موت مليون ونصف المليون شخص ممن يعيشون على ذفاف نهر دجلة يعني للتذكير يعني أنا قلت أنه الحكومة العراقية وخاصة فخامة رئيس الجمهورية عام 2008 كان هو أزير موارد المائية وكان مؤتمر اسطنبول هو خاص بسد الموصل هو جيدا يتذكر هو والوفد المرافق له أن التوصيات أكدت على أنه استمرار عمليات التحشية ويجب أن تكون هناك استيراد مكان وآليات متطورة ومواد أولية وأكدت أيضا على الإسراع بإتمام سيد بادوش لكن الكل يعرف أنه سيد بادوش بعد 2003 يعني قبل 2003 كانت نسبة الإنجاز بيوصلة حدود 45% توقف فترة للتخصيصات المالية وليكمال السد العظيم في وقتها بعد 2003 لاحظي كل الحكومات حتى المنحة الأمريكية في عام 2005 كان أيضا على الشروع في إكمال سيد بادوش للحفاظ أو يكون رديف لسد الموصل يأمن الوضع في حال أنه انهيار سد الموصل أيضا توقفت وانحال إلى شركة أوردنية عام 2007 و2008 وتمت المباشرة وأيضا توقفت لاحظي كل الحكومات المتعاقبة في برنامجها الحكومي تضع على أكمال سيد بادوش لكن لاحظ دائما أنه لا يوجد تنفيذ للأسف الشديد وجنابكم تعرفون يعني بالعراق يعني لا يوجد استعداد للأزمة يعني وكأنما نتعامل مع الأزمة في وقت وقوحها لكن لا سامح الله إذا حدث مثل هكذا حدث مثل ما تفضلتي أنه يكون تهديد يهدد بحدود المليون شخص ويهدد بحدود الأربع محافظات وهذا أمر يعني هذا الأمر ما تقدر تنفيه الجهات المعنية والجهات الفنية والرسمية لكن أنه الرسائل المطمئنة اللي يبحثه اللي يتبعث أنه عمليات التحشية مستمرة وأنه عمليات إدامة السد مستمرة وبالحقيقة أيضا السد الآن يعني بيعتبر بمنسوب المياه هو بالجزء الميت لكن نتحدث في حال أنه التغييرات المفاجئة وخاصة التغييرات المناخي أكيد سيسبب كارثة بيئية وكارثة إنسانية نعم طيب إلى متى نبقى في هذه الترقيعات يعني بعد دخول شركات إيطالية اليوم لإصلاح سد الموصل عام 2016 يعني جنابك كيف تقيم أعمال أساسية بضخ مادة الإسمنت خاصة في الفجوات التي تظهر تحت البنى اليوم يعني أيضا وجوز فراغات تخزينية كبيرة في السدود وكما ذكرت هناك أكثر من خمسين شركة جاءت إلى السد الموصل يعني يعني تقييمنا حقيقة واضح هي مثل ما تفضلت حلول ترقيعية لكن لا يعني لا لست الحلول الترقيعية في كل المجالات نحن نتحدث عن تهديد للبيئة نحن نتحدث عن تهديد للإنسان يعني الكوارث الطبيعية وخاصة تغيير الكوني ولاحظتوا أن هناك تسارع بالكوارث الطبيعية تكون عواقبها حقيقة مدمرة وأنا أعتقد أنه للأسف الشديد يعني هذا الملف مدى ياخذ أولوية سواء بالجفاف أو سواء حتى بالإدامة أو حتى بالتهديد والخطورة يعني لاحظة 2019 كانت هناك سنة مطارية كانت الإيرادات بحدود الـ 95 مليار متر ومكعب كانت هناك التحذيرات من مغادرة الشاطئ والقرى القريبة عليها بالمغادرة يعني لم نصل إلى مستوى الكارثة لا سامح الله إذا كانت كارثة ككارثة درنة سيكون الأمر صعب فهو سيكون مفجع للغاية يعني على الحكومة تحمل مسؤوليتها بهذا الجانب أن هذه المسائل لا تذهب إلى الحلول الترقيعية ولا تذهب إلى مسائل أنه اليوم خاصة سد كبير مثل سد الموصل يعتمد عليه العراق وتعتمد عليه مناطق مناطق الوسط والجنوب والمناطق يعني هذا المفروض يعني تكون هناك حقيقة تأمين اليوم يعني من نتكلم دائما الوزارة وصح أنه بسبب قلة الإرادات أنه لا نحتاج إلى سدود إضافية لكن الآن نتكلم عن خطورة بسد سد تم تشخيصه عالمياً حتى الشركة التي أقامت هذا السد هي بعث التقرير أنه المنطقة لا تصلح الجيولوجيا لا تصلح أن يقول سد كون أنه أنا مثل ما قلت أنه هذه الأرض الشبسية والصخور هي تذهب للذوبان طيب سيد الموسوي بسؤال أخير اليوم يعني سنتكلم يعني لا سمح الله عن كارثة هي في تغيير المناخي إذا لا سمح الله انهيار سد الموصل سيغمر المدينة بمياه ارتفاع 21 متر خلال ساعات ماذا سوف تفعل الحكومة لإخلاء المدنيين في الوقت لمدة 4 ساعات أو 3 ساعات هل هي كافية بالضبط؟ هي ستكون هناك إجراءات قوية هي كلها عبارة عن بيانات تعزية لا أكثر من هذا يعني ماذا تعمل ليس المفروض أن نستمع على التحذيرات العالمية يعني تحذيرات الجفاف ما استمعنا لها من 2007 2009 إلى 2020 إلى أن وقعنا بالكارثة أيضا الآن التحذيرات الدولية والخبراء بالمناسبة يعني الحكومة العراقية من دعت هذه الشركات ومن أعطت هذه التقارير ومن هي أرسلت هذه التحذيرات فماذا تنتظر عندما تكون هناك تحذيرات؟ هل نذهب فقط إلى بيانات التحذية؟ لا الأمر حقيقة يجب أن تكون هناك مسؤولية نعم تحسين الموسوي الخبير في مجال موارد المائية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر